موسيقى مجلس الأخبار أهلا بكم موجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة رئاسية للنظر في مطالب أبناء محافظات حضر موت ورفع بمقترحات حلها وفقا للقانون وذلك بناء على الالتزامات والتفاهمات المعلنة مع السلطة المحلية والمكونات السياسية في المحافظة ووجه فخامة الرئيس بتمكين اللجنة من القيام بمهمها كاملة لما فيه مصلحة عامة لأبناء المحافظة وتعزيز دور سلطتها المحلية وكذا حرص مجلس القيادة والحكومة على تعزيز أمن واستقرار حضر موت وتلبية تطلعات أبنائها كنموذج يحتدى على كافة المستويات أقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة فضيلة القاضي محسن يحيى طالب رئيس المجلس وقرر المجلس ندبى عدد من القضاء في محاكم عدن وقرر المجلس رفع الحصانة عن عدد من القضاء لارتكابه مخالفات مسلكية وإحالة أحد القضاء لتقاعد بناء على طلبه كما نظر المجلس في عدد من التظلمات المقدمة إليه واتخذ بشأنه القرارات المناسبة وكان المجلس قد ناقش المواضيع المدرجة في جدول أعماله وقر محضره السابق بحث وزير الخارجية وشؤون المختربين دكتور شائع الزنداني بالعاصمة المؤقتة عدن مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في بلادنا جوليان هارينيس القضايا المتصلة بالأوضاع الإنسانية والإغاثية والتنموية ونقش الجانبان مجالات التعاون والتنسيق بين الحكومة والأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بجهود حجد الموارد لمواجهة أضرار السيول التي اشتاحت عددا من المحافظات وغيرها من المجالات ذات الصلة وشدد وزير الخارجية على أهمية حماية الموظفين العاملين في المجال الإنساني مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز التعاون وتنسيق مع الأمم المتحدة ووكلاتها بما يضمن إيصال المساعدة الإنسانية وتنفيذ البرامج التنموية في جميع مناطق اليمن الأكثر احتياجا أعلنت قوات الحزام الأمنية التصدي لمحاولة هجوم شنة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبيان وقالت مصادر ميدانية أن وحدات من قوات الحزام تمكنت من التصدي الفوري لهذا الهجوم الذي شنت العناصر الإرهابية على موقع بواد الجزع بمديرية مودية وشرت المصادر إلى أن الهجوم أسفر عن استشهاد أحد الجنود الحزام الأمني وتكبيد التنظيم الإرهابي خصائر فادحة أقامت ميليشيا الحوث الإرهابية تابعة لإيران ما تسمى بدورة ثقافية للألاف من موظفي المنظمات الأممية والدولية بالعاصمة المختطفة صنعاء واستحملات اعتقالات واتهامات حوثية للموظفين والعاملين في المجال الإنساني بالتجسس ووفقا لمصادر فإن الميليشيات الإرهابية أجبرت الموظفين في المنظمات الأممية والدولية بالتعاهد بالعمل وفقا لشروطها وذلك في ختام دورة استمرت لخمسة أيام وقالت مصادر مطلعة أن الميليشيات أجبرت المشاركين في الدورة على ترديد شعر الصرخة الخمينية وكادت الاتهامات للموظفات في تلك المنظمات انتهى الموجز في رعاية الله اشتركوا في القناة